السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى إله وصحبه وسلم أهلا بكم في حلقة جديدة على هذه القناة سوف نرضى عليكم في هذا الفيديو أهم الأعشاب الطبيعية لعلاج قروح الفم كلما عليكم فعلا متابعين الكروم أنتبكم عنا للنهاية ولا تنسوا دعم القناة باشتراك وليك وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله سوف نرضى عليكم في حلقة اليوم عشرة علاجات منزلية لقرح الفم يعيني الكثيرون من قرحي الفم المزعجة والمؤلمة والتي تظهر على شكل بثور بيضاء محاطة بإحمرار من الأطراف وتظهر تلك القرح على اللسان أو تحت أو على الأسطح الداخلية للخدين أو الشفتين أو عند قاعدة الفم فما هي أسباب هذه القرح؟ تتشكل تلك القرح بسبب عدة عوامل منها حدوث تغيرات هرمونية أو عوامل غراثية أو المعاناة من الإمساك أو الحمودة الزائدة أو عضاء الخد العرضية أو الضغط العصبية أو نقص فيتامين سي وبي وفي الحديد ولا تعد قرح الفم أمرا خطيرا وغالبا ما تختفي خلال سبعة إلى عشرة أيام وسوف نقدم لكم في هذا الفيديو بعض العلاجات المنزلية الطبعية والتي تساعد على التخلص منها سريعا العرقسوس يمكن علاج تقرحاته الفم باستخدام جذراء العرقسوس يعمل هذا العشب كمسكن ويشكل طبقة واقية للأغشية المخاطية لمقاومة التهيج وتخفيف ألام الجرحة ويحتوي على خصوص مضادة للإلتهابات والميكروبيت طريقة الاستعمال وضع ملعقة طعام من العرقسوس المفروم داخل كوب من الماء لمدة ساعتين أو ثلاثة ثم شطف الفم به عدة مرات في اليوم لبن جوز الهند يحتوي لبن جوز الهند على الكثير من الفوائد المخففة لألام قرح الفم طريقة الاستعمال يستخدم عن طريق خلط كمية بسيطة من العسل بملعقة من لبن جوز الهند وتدليق المنطقة بهم من ثلاثة لأربع مرات في اليوم أو يمكن ببساطة شطف الفم بحليب جوز الهند الطوزج أو تدليق المنطقة المصابة بزيت جوز الهند الملح أو هيدروجين بيروكسيد يحتوي الملح وهيدروجين بيروكسيد على خصوص مضادة للإلتهابات ومطاهرة لذا يمكن استخدام كل منهما واحدة أو بخلطهم للتخلص من قرح الفم إضافة ملعقتين من الملح أو ثلاثة في الماء من هيدروجين بيروكسيد على كوب من الماء الدافئ وخلطهم جيدا وشطف الفم به ينصح باستعمال الخليط مرة أو مرتين فقط في اليوم مع التأقد من عدم بلع المياه بذور الكزبرة تعد بذور الكزبرة علاجا فعالا في محاربة القرح والحد من الالتهاب طريقة الاستعمال غلي منعقة صغيرة من بذور الكزبرة ثم تصفيتها وشطف الفم به بعد تبريده البيكنج صودة وتساعد البيكنج صودة أو ما تعرف ببيكربوناتا السوديوم على معالجة قرحي الفم خاصة القرح التي تشكلت بسبب الأطعام أو المشروبات الحمضية لأنها تعمل على إبطال مفعول الحمض فضلا عن تقليل الالتهابات وإزالة الجراثيم والبكتيريا طريقة الاستعمال خلط ملعقة صغيرة من البيكربوناتا مع القليل من الماء لتشكيل عجينة رقيقة ووضعها على المنطقة المصوبة عدة مرات في اليوم مع الأخذ في الاعتبار أنها قد تسبب الشعور بالحرق يخفف العسل من أليمي القرح ويساعد على الاحتفاظ برطوبة الفم وتسريع عملية الشفاء ويحتوي على خصوص مضادة للأكسادة والميكروبيت طريقة الاستعمال غمس قطع من الخطن في العسل ووضعها على المنطقة المصوبة ويمكن أيضا استخدام الجليسرين أو زيتا فيتامين إي بنفس الطريقة وضع جل أو عصير الصبار على المنطقة المصوبة يخفف من الألم ويعزز الشفاء ويعمل كمطهر طبعيا لما به من خصوص مضادة للجراثين والفطريات والفيروسات وظهرت الأبحاث أنه مفيد للغاية في معالجة المشاكل الصحية الفموية كقرح الفم والقروح الباردة والتهاب اللث والحزاز المسطح مرض التهابي مضغ سيق من الكرفسي الطازج يمكن أن يكون فاعل للغاية في تخفيف قرح الفم لما به من خصوص مسكنة ومضادة للالتهابات بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين سي وبي واحد وبي تنين وبي ستة وللحصول على النتائج أفضل ينصح بترك اللوب على المنطقة المصوبة بعد مضغ سيق الكرفس لمدة عشر دقائق ما يساعد أكثر على الشفاء والتخلص من أي راحة كريهة بالفم يسرع بذوري الريحان من عملية شفاء قرح الفم لما به من خصوص مضادة للجراثيم والفطريات والفيروسات طريقة الاستعمال غسل من أربع إلى خمسة أوراق ريحان وتنين الرشف من الماء بعد ذلك وينصح بالقيام بذلك مرة صباحا ومرة مساء يعد الثلج من العلاجات المنزلية الفعالة في تخدير أليم تقرحات الفم خاصة عند وضعه على المنطقة عند بداية الشعور بأعراض تشكل القرحة كالشعور بالوغز والحرقون وبجانب استعمال تلك الوصفات يجب التأكد من عدم تناول أطعام حرة أو حمضية ويستخدام فرشات الأسنان بانتظام وفي حالة عدم تحسن أو تلاش تلك القروحة وإزعاجها الشديد للشخص يجب التوجه للطبيب متابعين الكرام لو استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا دعم القناة باشتراك وليك وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته